بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يعبدوه وأمرهم سبحانه وتعالى أن يتقربوا إليه بصنوف العبادات وألوان القربات فيستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى عباده المتقين ولكنه من الآفات التي ربما تدخل قلب الإنسان أن تتعاظم نفسه بكثرة عباداته وطاعته لله جل في علاه وأن يظن أنه بذلك يستحق قدرا كبيرا ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى فتأخذه العزة بالإثم نعم يجب علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يجازي عباده خيرا إذا هم أحسنوا في أعمالهم وفي قرباتهم من الله جل في علاه ولكنه يجب على العبد وحاله كذلك أن يكون صاغرا بين يدي الله وأن يكون متواضعا بين يدي الجناب الإلهي لهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في التذلل لله سبحانه وتعالى مهما كانت مكانته عند الله جل في علاه فمما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما ما يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نعم هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتهم نفسه صلى الله عليه وسلم بالتقصير ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الزلل قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حاله مع ربه جل في علاه فما بالنا بنا نحن المقصرين وما بالنا بنا نحن المذنبين وما بالنا بنا نحن المفرطين في حق الله جل في علاه إنه لا يرتقي أحد في مدارج السلوك إلى الله رب العالمين إلا إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى من باب الذل ومن باب التواضع ومن باب الخشوع وأن الإنسان إذا ما تعظمت نفسه بكثرة الطاعات والعبادات لله سبحانه وتعالى فليعلم أن هذا هو بداية طريق الهلكة والعياذ بالله نعم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعد إبليس من جملة الملائكة رغم أنه ليس منهم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ماذا فعل إبليس؟ إبليس كان من أكثر العباد لله جل في علاه حتى عد أنه طاووس الملائكة من كثرة عبادته لله سبحانه وتعالى ولكن والعياذ بالله كثرة الطاعات جعلت نفسه تتعاظم فأخذته العزة بالإثم لهذا حينما طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يسجد لآدم يحكي القرآن الكريم بهذا الوصف إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فكان الاستكبار هي آفة العبادة التي ابتلي بها إبليس لذلك يجب على عباد الله الصالحين الذين يقبلون على الله سبحانه وتعالى أن تكون عبادتهم وطاعتهم دائما مقترنة بالذل بين يدي الله سبحانه وتعالى واتهام النفس بالتقصير دائما فهذا هو باب الولوج على الله جل في علاه وهذا باب من أبواب قبول الأعمال عند الله جل في علاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دائما الذكرى والشكرى وحسن الإقبال عليه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين